السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلة اليوم غدي نحضر لكم حلوة الكوكا واللي كتجي نبنينا صراحة غتلحتوا معين المقادر ديالها اللي كتكون بسيطة جدا واهم هاجة ان انا كنحصلوا على حلوة رائعة جدا حلوة ديال الزمن الجميل كما غدي نسميها صراحة بدون طبع وبالطبع شكل واحد اللي عادي نديره بالطبع اما التباقية كل شي بلا طبع صراحة كي تجي المنظر دياله اكتر من الرائع بالنسبة للبنات اللي كي يقولولي تشاركي معانا فيك تحت الحلوة او فيك تحتفظي بالحلوة غدي نقول لكم كل شي فيك نحتفظ فيه وفيك نخليها قبل ما غدي نبدأول فيديو ديالنا بغيت نجارك معكم هاد الباك هذا صراحة لي جد رائع كي في تقديم ديال الحلويات الرائعة جدا صراحة خديتها من موقع جهاز دارك اللي اه صراحة كيت تحط في المائدة ديال العيد صراحة بش حاجة اللي راقية كي يكون فيها هاد جوش بلاتويات واحد اخر ديال التمار والبلاتوي الكبير وبالكيسان ديالهم بها دوك ليتاس صراحة رائع جدا ومهم الى بغيتوهم ان شاء الله غدي نخليهم لكم في التعليق او في صندق الوصف يعني منين خديتهم صراحة جاوا رائع يعني كنت شارك سبق لي وشاركتو معكم وكن اعجبوكم بزيب قبل ما هدبن بدو المصفى ديالنا عندي هنا ايه 300 جرام ديال دقيق ما يعدينها 3 كيسان ديال عنبا ديال دقيق عندي ملعقة كبيرة من السكر غلاسي ممكن تعوضوه بالعسل وعندي هنا ايه واحد ساشي ديال الظهر ممكن تعوضوه بالفاني ممكن ايه ممكن بلاش ممكن الى عندكم شوية مسكة حرة انكم تزيدوها سوف نضيف لها تقريبا 1 ملعقة كبيرة مملوئة من الزبدة سوف نضيف هذه الزبدة طبيعة الحال نضيف الماء الزهر و الماء العادي طبيعة الحال من بعد نضيف الزبدة من خلال حالة نضيفها من بعد نضيفها تقريبا 1 دقائق و نضيفها جيدة و نضيفها في اللجة لما نوجد الحشوة وفي نفس الوقت العجينة تكون قاسحة لتخدموا بها كما تريدون أنتم مرتاحين سوف نضعها في بلاستيك الغذائي ونضعها في تلاجة ثم نضعها خطوة من مرات القشرة ونضعها بخطوة من مرات القشرة وحمروه في الفران مع شوية زويته وخليه يتحمر بهذا الشكل يأخذ هذا اللون هذا صافي من بعد غدي مشي نطحنه في الخلاط الكهربائي او عفو عن هاد الهاشوار غدي ننهرمشه بهذا الشكل هذا كله من بعد هنهي غدي نضيف عليه مئة وسبعين جرام من سكار ما يعديننا تقريبا وحد جوش كيسان لاروب يعني كاز العنباء عامر وكاز واحد اخر ما عامرش بززاف يعني كنديروه كاز جوش كيسان اقل ربع هذا الشيء وغيت نقول لكم من بعد غدي مشي نطحنها في الهاشوار بالشكل هذا من بعد ما كتنسى جملية هاد السكار غلاسي وهاد الكوكو هنهي ما غديش شعل الكهالينا لانه غدي ندب غدي ناخد هاد الكاز الصغير دي الخلاط الكهربائي هو اللي غدي نطحن به بطبيعة الحال غدي نطحن بشوية بشوية حتى كنتحصل على لوحة الخالج اللي غدي يكون مية دم وما طلقش الزيت مية دم كيما نقول وما طلقش الزيت دياله انتم بحلة الشكل هاده يعني كتكون الكوكو دينا عائشة دفراسو ولكن ما كتوصلش ذاك الدرجة ديال انه بحل اللي كنديرو ذاك الفولة او الكوكو ذاك اللي كنشريو في العولة يعني كيكون معجن لا ما غديش نوصلو ذاك المرحلة هاده فقط بات الشكل هاده انتو ما تلاحظو معايا مهم اه الى عندكم هادك الاندو تخوة يعني انكم ما هاد سر بيكم صافي من بعد انتو ممكن ملاحتو بدون اضافات بدون تحاجة غي الكوكو فقط بوحديته وذاك الزيت اللي يطلق لنا شوية هو اللي غدي نخدمو به بالنسبة للمون السيماز ممكن نطيفو شوية المسكة الحرة وشوية ديال القرفة اللي كتعجبوه لنك هاده القرفة هنها غدي نجيب العقدة ديالي وغدي ندلكها مزيان وباش غدي نخرج من هادك الزيت وباش انا باش انها كتساعدني باش من اللي كنشكلها كتشكل معايا بطبيعة الحال انتم ما تلاحظو معايا شوفو يعني كنحكها مع طويلة العمل باش ان هاتو اللي عقدة متماسكة وكن نخدم بها كيف بقيت بكل اريحية غدي نوريكم الفرق كيفاش كاين انتم ما تحضو معايا شوفو الفرق انا نقرب لكم الكاميرا شوفو الفرق كي كاين هذا اللي بقي مع جنتو شوفو كدا يرب كي بنحرش وهذا اللي عجنتو كي بن من المس ديالور طب يعني الاش توزع ما الخالي ديالكم مناش فتراها ما تزيدو لي حتى حاجة اصبقا وغير دلكو في بات الشكل هادا وغدي تحصلو على عقدة اللي كتكون متماسكة بدون اي اضافات شوفو كي ما نحطو عندهم المهم كنقول لكم حكا يعني باش بلا ما تزيدوش اضافات لتخضر انها تجري لكم العقدة ديالكم وبعد مني كتب لكم كتبقى تفيدو تسيح صافيها انتم ما هي العقدة ديالين بعد ما صاوبتها مزيان غدي نخليها جانبا ما غدي نغطيها متى حاجة لانه ما كتنشفش ليها نهائيا حيث ما فيهاش ما فيها التحاجة اللي غدي تخليها تنشف صافي ومن بعد غدي نجيب العجين ديالي بطبيعة الحال العجين ديالي من بعد ما ارتح ليه على المدة اللي انا لسادي تسطحين ديال الكاوكاو وغدي ناخدو هاد الكمية وغدي نوضعها دائما في البلاستيك لانه هاد العجين هادها تنشف وكتكول نوحد القشرة من بعد هنا غدي نجيب ديالك وغدي نقن شكل على شكل مستاطل ممكن انكم تورقوها في العجانة في الوراقة و احسن انكم ديروها بيدكم باش تعرفوا القوام اللي بغيتو صافي من بعد هنا يا غدي نقن ندلك فيها او باش نشكلها على شكل مستاطل انا خدمها مزيان شوفوا العجينة ما شاء الله كتجي نزوينا البنس اعتمدوها في الحلويات ديالكم سواء جلو سواء ديال الكاوكاو كتجي اكتر من رائعة وزوينا بزاف كتخدمي بها وانتي مرتاحة شوفوك كتجي رائعة جدا صراحة غدي تجربوها وغدي تعجبكم بزاف وكيما لا تحتاج شو واحد الضغية ضغية كنجمعوها من بعد هاد الزوائد هادولي كنجمعوهم ضروري كنرجعوهم البلاستيك باش كأننا كنعود نخدم بهم طبيعة الحال وغدي نبدأ نقاد بهذا الشكل هذا من بعد غدي نبدأ نقاد بهذا الشكل هذا مهم سوفي غدي نجيب هنا واحد الحربول ديالي اللي غدي نقاده بطبيعة الحال انتم ما تشوفوه غدي نبدأ نقاد شكل هذا وصفي وعد باش غدي نحطوه هوية تقدروا تحكموا فيه تشوفوا باش تعرفوا العقدة النجحة انها ما كتلسا سقشنا مع طاولة العمل نهائيا وكيف ما كتبغو تشكلوها كتشكل معاكم صفي وهنايا غدي نبدأ ننقاد في العقدة ديالي من بعد غدي نزيد نبدأ ندير بالعجين بهذا الشكل هذا وغدي الرولي يعني ما كنديروش غليت فقط كنكتفيه بهذا الشكل هذا نشومه صفي من بعد هنا يا ضروري ان انا كن فيكسي او كم قوم نديرو باش شكل باش كنضغطوه او باش كي باش العجين ديال ما كتتحلش نهائيا صفي من بعد ما كنقدو كنقدو غدي نجيب واحد سيكي اللي كيكون ماضي ولا زي زوار ولا اي 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 ادات انكم بتصبغو تحل الحب صفي غدي ندير هنا يا ثمانية ديال اشريطان في الثامن غدي نقطع انتوما واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية ونقطع صفي من بعد انتوما تلاحظو معي كم قان نضغط بالجوانيب او كم قان نقاد الجوانيب من جناب كان ميلهم باش كات عطينا على هات الشكل المفلحة اللي كنسميوها كم دن قاد بيديها بالشكل هادا وكن نعطيها وحد هات الشكل هادا هانتوما وكن نبقوها كم السمرين حتى نسالوي هات الكيميه هاتي ما تنسوش انكم تدخلو عندي القناتي الثانية هي خاصة بالمسابقات اللي غدي نديروها في القناة اللي غدي تكون مسبقات رائعة عبارة عن جوائز ان شاء الله غدي نوريها لكم بالنسبة لقناتها هي ان شاء الله غدي نخليها لكم في صندوق الوصف ومرحبا بكم فيها وان شاء الله غيكونوا عديد من المفجأات وان شاء الله صفي من بعد غدي نديرو هات الشكل هادا اللي غدي ناخدوا واحد العقدة دينا اللي تكون شوية عامرة وغدي نضيف لها العجين بالنسبة لها هي غدي نكحزها شوية للوسط باش انني نقدر ان نلف عليها العجين كلها وتغطاليها هاتي غدي نديرو شكل بابيو او شكل غرافاتا ولا المهم هي ما كتسميها اي مدينة وشنو ما كيسميها من بعد غدي نديرو شنو كتسميها هاتي الحلوة ديها للكوكاو كل واحد وشنو كيسميها من بعد غدي نبقى نقاد دها بيدي بهات الشكل هادا وغدي نحاول انا ينغطي دك الكوكاو اللي كيكونا باين بهات الشكل هادا صفي من بعد غدي نجيب دلك وغدي نبقى نبسط بهات الشكل هادا باش غدي نيء مبسطة وغدي نشوية رقيقة ما جينيش غليظة هكا وغدي احسن صفي من بعد غدي نجيب اي قطعة ولا موس ولا قطعة البيتزا ولا اي اداة انكم ممكن تقطعوا به وغدي نبقى نديرو بهات الشريطة على واحد تقريبا جوز سنتيم ونبدن قطعه بهات الشكل هادا ولا كان عبرو بجوز صبع وكان قطعه صراحة كيجيو زويني نشوفو كيكندلها كتجيب طبيو ولا غرافاتا ولا ما عارش نو كيسمي وهاد الحلوة دي صراحة زوينة بزاف وكان قلويها بهات الشكل هادا بحدي غدي نديرو شي 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 حاجة كيب قولي وهوها وصافي المهم هو يا هاد الحلوة هادي صراحة كيجيزوينا شكلا ومنظر صراحة رائع جدا وكاس عطينا واحد كيمياء ضغية ضغية يعني ما كان ما كانت عطلوش عليها ضغية ضغية كانت سربيوها صافي من بعد هنتو ما كيما لعتو اما ده كل الزوائد اللي كيب قولنا في العاجين انه كيتحيدو بكل سهولة ما كان ضغيوش داك العقدة دينا وما كان ضغيوش داك العجينة دينا لانه ما كانت توسخش دينا وكان عاودو نخدمو بها من جديد صراحة زوينا بزاف هاد العجينة هادي لانه ما كانت تسخش دينا مع العقدة نهائيا وآهدوك الزوائد كلهم وغادي مقنديلهم بشكل هدا وهنا كنحصلوا على العقدة ندوزو للشكل واحد اخر غادي نديرو هنا يا عشرة ديال التفليحات او نفلحة كي غادي نقولو غادي نديروها على شكل دميعا وغادي نديروها واحد اللويزة من الفق انا عاودها معاكم تشوفوها عن قطعوه الاشريطة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة كنقطع كنبقى ندير كنجبد هاد الطرف هادا وكنبقى ندير بهاد الشكل هادا كنتمنى انا تكون الفكرة واضحة وتكون عجباتكم هاد الشكيل هادا نعاودو واحد اخرى عاود بطريقة سهلة واحد شوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة مهم عشرة ديال الاشريطة من بعد كنجبدو بهاد الشكل هادا وكنبقى لسخو بكل سهولة وارياحية وكنديرو لويزة من الفق ولا كوكوها ولا اللي بغيتو نعاود معاكم واحد اخرى باش شوفو مزيان بالعرض الباطئ واحد شوش ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة العشرة ونقطع وكنبقى ندير بهات الشكل هادا كنطلع شوية الفوق بحالا غتصيب الكعبة وكتدوري بهات الشكل هادا صراحة ان كدي اغزالة اغزالة بسف بسف صافي من بعد هاد الشكل هادا والشكل الاخر غدي نجيب العجين ديالي غدي نشكله على شكل دوائر وغدي نديرو واحد العقدة تقريبا على وزن تقريبا واحد ال 15 لجرام وغدي نلف عليها العجين ديالي او كنقل نلوي بهات الطريقة هادي من بعد غدي نديروه نفس الطريقة وهناي غدي نخدمها بالطابع مهم اي طابع عندكم دياللوز ولا شهده ولا اي طابع عندكم فده انكم ممكن تخدموا به طابعة الحال مكينش مشكينه صافي غدي نبقى ندورها بالشكل هادا وخاص ضروري انه ذاك العجينه تلبس ليه ضروري انها تكون ذاك العقدة من لبسه على العجينه وما تكونش خارجه بطبيعة الحال باش ما يخرشنا الحاشو صافي من بعد غدي مقود الى كان شي زائد ولا شي فائد ولا هادا نحيدوه بطبيعة الحال صافي كان نغطسوه الطابع ديالنا في الدقيق وكان نبقى نديروه على شكل شميسه ولا وريضه ولا كيف ما بغيتوك تسميو هاد الشكيل هادا بصراحة كي يجي اكتر مرة ايوه غدي ندفو لي وحد لويزة من الفق ولا كاوكاو كيما قلت له ولكن من الاحسن انكم تديرو الكاوكاو باش يعرفوه باللي مخدوه بالكاوكاو ومن بعد هنما سريت هاد الكيميه هادي كاملة مباشرة غدي نطيبها بالنسبة للفرن الغاز غدي نسخل فرن مزيان وكان نقص عليه غي ونحط الحلوات ديالي انفو الدهب لي شوية من تحتنا بطاعة وتاني شوية الدهب ملفق واحد شوية فقط مهم هادو من الحلوات ديالي اعطتني 51 حبه من هاد الشكيله هادو وصراحة ادية الحلوات ديالنا سنتمنى الفيديوهين على اعجابكم ومن بعد هنما كانت هنلي هالناباج وصافي وكننقدموها بسطحة وراحة ولعجبكم الفيديو ما تبخروش عليها دائما بلايك ديالكم والشراك في القناة باشتواصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله باشتواصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة